نادي الأهلي كانت شايلة أهم المواجهة الأولى فيه طبعاً دي لعطات للاعبتنا وفرقتنا في الفندق في مقر الإقامة بيرسيتاو، واحدة من الأوراق المهمة جداً اللي جماهير نادي الأهلي حطت عليها إحنا حطين أمالها الكبيرة على كل الرجال النهاردة إن شاء الله بإذن الله يبقوا في أحسن حالتهم رامي ربيعة لقدم آخر مباراة الحقيقة مستوى فكرنا بربيعة في قمة تقلقه كان واحد من أهم مفتاح الأهلي في مواجهة أمبي ياسر شناوي طبعاً شناوي وليد سولية الثلاثة دول طبعاً يعني كبات كبار خبرات طويلة جداً قادرين يتعاملوا ومهم جداً بقى أنك أنت تتكلم على خبرة اللعيبة دي في المواقف الصعبة وسيناريو سير المباراة لقدر راله وما كانش زي ما أنت مخطط له أو زي أنت محضر له زي تلم فرقتك وزي تتعامل مع المفاجآت زي تتعامل مع محاولات الاستفزاز زي تتعامل مع الخروج على النص زي تتعامل مع تضييع الوقت زي تتعامل مع الدعاء الإصابة زي تتعامل مع التمسيق كل ده أعتقد وليد والشناوي والسولية عندهم خبرات طويلة جداً في التعامل معاه ويقدر يوصلوا الصورة كاملة لعيبة النادي الأهلي الدور اللي هيقوم به جمهور نهارته ده دور مهم جداً ولا يغرنك فكرة أن الكسافة العددية هتبقى لصالح جمهور الوداد جمهور الأهلي دايماً قادر على أنه يسطع الفرق زي تتعامل مع التعامل 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 مع التعام